اهلا بكم من جديد وتعقيبا على تقرير انتهكات حقوق الانسان في النمسا ينضم الينا الاعلامي محمد الاسواني اهلا بك استاذ اسواني اهلا بك استاذ ريم تحياتي لحضرتك تحياتي لستاذ المشاهدين اهلا بك يعني طبعا حضرتك القيت نظرة على تقرير حقوق الانسان الذي نشره على العام الماضي ويعني في المجمل كده ما اتعقيبك على هذا التقرير هو طبعا كل عامل بيصدر تقرير حقوقي حول اوضاع انتهاكات حقوق الانسان في اوروبا وفي افريقيا وفي اسيا في العالم كله وفي الحقيقة التقرير يعني اشار الى تعصف الجهات الامنية في النمسا بالنسبة للمهاجرين وهذا امر يعني ليس بجديد كان هناك ادانات خلال التلاتين سنة الماضية وحصل حوادث كثيرة جراء عمف بعض رجال الشرطة في النمسا مع بعض اللاجئين الافارقة مما ترتب عليه موت يعني عدد منهم وكان في مظاهرات حاشدة وطبعا الحكومة النمساوية والقانون النمساوي هو المشكلة ليس في التشريع يعني المشرعين سواء بدءا من الاعلال العالمي لحقوق الانسان اللي صدر من مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان وجميع المعهدات الدولية يعني بتكفل حق المواطن في حرية الاعتقاد حرية التعبير حقه في اللجوء ما اذا كان فيه حروب وفي نفس الوقت فيه شروط بالنسبة للمعاهدات الدولية ما اذا اي واحد متهد في بلده راح تمكن من انه يدخل بلد اخر لا يجوز اطلاقا انه البلد المضيف يقوم بترحيله الى وطن الام كما احنا يعني شاهدنا خلال الاشهر الماضية عدد من اللاجئين السياسيين الافغان تم ترحيلهم الى افغانستان هذا غير قانوني وطبعا كل من قام بهذا هو مدان بلا شك يعني استاذ اسواني طبعا احنا برضو شفنا في التقرير تحذير المديرة الادارية لمنظمة العفو الدولية بالنمسا تحذيرها للسياسيين انهما لازم يدركوا اخيرا ان يعني احنا مش في جزيرة المباركين حيث توجد العديد من المشاكل منذ سنوات والسياسيين بيفشلوا في معالجة الامر ما تعليك وقع على هذا كلام كما انا قلت لحضرتك اللعيب مش في القوانين يعني القوانين والمشرعين وضعوا القوانين في اجمل حلية وكفيلة بانها تحمي حقوق كل مواطن وكل انسان ولكن المشكلة هي تكمن في عدم تطبيق هذه القوانين القوانين تلزم قوة ورقابة حتى يتم تطبيقها ولكن ما اذا كان في تجاهل من قبل المواطنين ما اذا شخص ما تم اضطهاده ولا تعذيبه ولا تعجيره والناس سكتت ولم تطالب باسترجاع حق الشخص المنتهك حقوقه فما في شك الجهات البنوطة بتنفيذ القانون حيتماده وحيسمره وفي الحقيقة هي بتظهر يعني هذه المشاكل العدائية حيال المهاجرين لما بيكون الوضع الاقتصادي في حالة اخفاق وكما تعلمين ويعلم السادة المشاهدين انه العامين الماضيعين كان فيه اغلاق وفيه اخفاقات اخصادية حول العالم مما جعل الحكومات في اوروبا اكثر تخوفا من انهم ينفقوا بدأوا يقلصوا من المساعدات الاجتماعية ليس فقط للمهاجرين ولا اللاجئين حتى ابناء البلد نفسهم فده ترتب عليه كذلك ضيق ويعني اضطرابات من ابناء البلد سواء كانوا نمسويين او المان شعروا انه هما ما بياخدوش حقوقهم كما ينبغي وبدأوا يحملوا الاجانب واللاجئين هذه المشاكل في انه السوشيال او المساعدات الاجتماعية طبعا تم الانتقاط برضو انه يوجد عدد يعني لا يوجد كفاية للمزايا الاجتماعية والافتقار لتدبير للمكافحة التشرد وقانون المساعدة الاجتماعية طبعا لا سكافي لحد كبير يعني الى اي مدى ترى ان هذا الموضوع صحيح طبعا الصحيح احنا فيه خلال السنوات الاخيرة في الحقيقة الوزارة المنوطة بالدعم الابدخلوس او الناس اللي هما يعني فقدوا عملهم او ما عندهمش مصادر دخل فيه تقليص كتير للمساعدات ليس كما كانت من قبل حتى الفلوس اللي بتنفق على الاسرة وعلى الاطفال يعني ليس كما كانت في الاعوام الماضية وانا بقول لحضرتك انه هذا يرجع لانه الحكومات في اوروبا بدأت تقلص من عملية الانفاق وفي مشاكل بالنسبة الابناء النمسا نفسهم وطبعا التضييق يعني اكثر ناس يمكن يشعروا به اللي هما اللاجئين او اتوا مهاجرين جدد في النمسا وفي الحل الوحيد انه السياسة الاخصادية للنمسا وبعض الدول الاوروبية انها يعني تبدأ طرعا هذه الشريحة الضعيفة داخل المجتمع وإلا حتزداد الاضطرابات حيزداد العداء ما بين ابناء الوطن الواحد والمهاجرين واحنا شايفين انه الطيار اليميني المتطرف في ازدياد بسبب المشاكل الاجتماعية وبسبب الهجرات الطريقة على النمسا والمانيا وبعض دول اوروبا من اللاجئين القادمين من سوريا من اليراق من افغان السان من البلاد العربية عموما وانا هنا يعني اتقدم بالنصيحة للمهاجرين انهم يحاولوا بقدر الامكان يعني يختبئوا بمعنى انه يعني يقللوا من الظهور بشكل كما لو انه هذه البلدان ليست لها اهل يعني يحترموا يحترموا صخافة المجتمع اللي هم من فيه في نفس الوقت احنا شاهدنا خلال السابع الماضية والاشهر الماضية ازداد عدم البلاغات من المهاجرين ضد بعضهم البعض وده بيعطي صورة سيئة للمهاجرين الجدد احنا شفنا كثير من الشجار يعني بعض المهاجرين ممكن يقولوا لك احنا من دفع عن حقنا في وجودنا في البلد دي وعن اقل الحقوق لا احنا بنتكلمش عن انه هو ياخد حقه بدون تمييز وانا اعتقد يعني الحكومة النمساوية بقدر الامكان يعني ما فيه تمييز فيه المساعدات الاجتماعية اللي بياخده النمساوي هو اللي بياخده لكن هذه النقطة بالذات قد ذكرها تقرير التقرير ان هو ان المهاجرين على وجود الخصوص يتقدون اجور زهيدة مقرنة بالمنمساويين لا الاجور هذا شيء بخلاف السوسيال السوسيال هلفة هذا قانون ينطبق ويطبق على الجميع لكن بخصوص فرص العمل واستغلال الايد العاملة في المهاجرة بانه يعطوهم اجور اقل هذا موجود في كل مكان في العالم لكن انت النمسا دولة اوروبية المفروض يعني انها بتطالب المساواة بين الجميع والله يشوفي هو اصحاب الاعمال دائما بيبحثوا عن العمالة اللي هي اقل تكلفة واقل اجرا لانه واحد عنده عمل لما بيكون عنده عاملين واحد بياخد خمسة ايورو واحد بياخد عشر والاتنين هيقدوا نفس العمل فشي طبيعي يعني صاحب العمل الحكومة لا تستطيع انها تفرض عليه لكن هو في حد ادنى عموما وده مشارق ليه في قانون العمل يستطيع اي عامل او مهاجر اذا يعني تم بخصو اقل مما يعني هو مفروض ياخده بيستطيع يذهب الى الاربايتا كامير ويعرض على الموظف المنوط بحماية العاملين في النمسا بيطلعوا على التفاصيل وبياخذ حقه الموضوع هو كيف يتوجه العامل الى الجهات المنوطة بانها تعطيك حقك او تردلك حق من حقوقك ولكن في العموم القانون هنا يطبق على الجميع بلا استثناء وبلا تمييز واذا كان فيه تمييز موجود في النمسا محاكم مستقلة اي مواطن يعيش على ارض النمسا قادر انه يسترد حقه بدون اي مشاكل بدون ما هو يدخل فيه شجار مع صاحب العمل او مع موظفين الدولة يستطيع يتوجه بالملف التاعه الى المحامي والمحامي يرفع قضية على من يعني اخفق او لم يعاملوا المعاملة القانونية طيب انتقالا لنقطة اخرى وهي النقطة التي ذكرها التقرير عن حزمة مكافحة الارهاب التي تم تبنيها في يوليو 2021 بينها اشكالية للغاية وطبعا ذكر خبراء من الامم المتحدة يعني عن مخاوفهم ان تؤدي الفقرة الجديدة بشان الجماعيات المطرفة ذات الدوافع الدينية الى وصم المسلمين جميعا ما تعقبوك يعني هو ما فيه شك طبعا خلال الاشهر الماضية كان فيه حملة مغرضة ضد المسلمين ويعني في نظر المجتمع الغربي لا يستطيعوا انهم يميزوا بين من هو متطرف او غير متطرف هم ينظروا الى المسلمين كلهم في سلة واحدة واحنا علينا انه انه اكد لهم انه ما فيه شيء من هذه الادعاءات والتلفقات التي يتم تلفقها للمهاجرين او المخيمين الحكومة النمسوية لديها ملف لكل شخص داخل النمسا وتعلم خط سير كل مؤسسة وكل جمعية تعمل في النمسا فيعني لا اظن اطلاقا انه الدعايات الاعلامية اللي هي بتصدر من جهات مغرضة سميها ما شئتي يمين متطرف او معادين للعرب او المسلمين لكن عندما تنظر مثل تلك القضايا امام القضاء النمساوي القضاء النمساوي مستقل حر ومنصف ويطبق القوانين بشكل حرفي وبدون تميز هذه يعني خبرتي وتجربتي بخصوص القضاء النمساوي انا كل ما انصح بي للمهاجرين العرب والمسلمين في النمسا انهم يتجنبوا المشاجرات البينية انهم يقللوا عدقهم لبعضهم البعض لانه كسرة بلاغات العرب او المسلمين ضد بعضهم البعض اه في بلاد المهاجر هذا يسيء اليهم ويشوه سمعتهم اكتر وكل ما تزداد القضايا بسبب المشاجرات البينية كل ما موقفنا القانوني والسياسي يضعف مما يعطي الزريعة للحكومة النمساوية والحكومات الاوروبية انه يتعاملوا بشكل اكثر حدة مما يترتب على ذلك انه ممكن يهجروا العديد او يسترجعوا الجنسيات من ناس حصلوا على الجنسية بسبب مشاجرات بسبب اعتداءات اسرية نحن في مجتمع يقدر يعني الاسرة ووفق لقوانينهم فاحنا واجب علينا الاباء والامهات لا يستخدموا اي شكل من اشكال العنف ضد ابنائهم ولا الزوج ضد زوجته ولا الزوجة ضد زوجها وبهذه الطريقة نستطيع انه احنا نقلل اللي يجوء الى الشرطة او جهاز الشرطة اللي هو بيقوم بعمل المحاضر وغالبية من هم هنا من المهاجرين ما يعرفوش ماذا يكتب في المحاضر التي تقيد بسبب الشجار ما بين الاسر وما بين الجيران وما بين المهاجرين وبعضهم البعض مما يسيء اليهم ويدر بيهم اكتر من هو ينفع يعني برأيك ما هو شكل حقوق الانسان مستقبلا في النمسا هو حقوق الانسان في العالم كله شوفي احنا لا نتحدث هنا عن القوانين القوانين في الدباجة رائعة جدا ولكن التطبيق وتنفيذ هذه القوانين على ارض الواقع احنا نعيش في مجتمعات يعني كباقي الشعوب ابناء هذه البلد منهم شريحة بيكونوا ممتعدين بسبب كسرة الغرباء وهم لهم مخاوفهم على المهاجر انه يعني يقلل من مخاوف النمسويين انه وجوده سوف لا يشكل لا خطر اجتماعي ولا يتسبب في خسارة لابناء النمسا على الاطلاق هو وجوده كمهاجر دعم لاقتصاد النمسا ويحفظ سلامة وامان المجتمع وهو يحب هذا الوطن الجديد كما يحبه ابناء البلد الاصليين عليك انك تطمئني جيرانك ومن هم محيطين بك هذا هو الحل وهذه الطريقة المثلة لازم نظهر بمظهر حضارة انساني ولازم نراعي انه هذه البلدان لها اصحابها الاصليين فلازم يعني نحترم مشاعرهم وا احنا مش معنى ذلك ان انا اتنازل عن عاداتي وتقاليدي واخلاقياتي وديني لا انا بحتفظ بكل قيمي مع مراعاة قيم هذا المجتمع وبهذه الطريقة انا استطيع اني اأخذ حقي وطريق الوحيد للحصول على الحق هو الطرق القانونية يعني الواحد لا يخرج خارج نطاق القانون شكرا لك استاذ محمد الاصواني على وجودك معنا الناردة في الاستوديو ويتعقائبك على تقرير انتكات حقوق الانسان في انامسا شكرا لك اهلا بحضرتك شكرا شكرا استاذ ريم شكرا شكرا السلام عليكم شكرا